أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة عشر من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد حضوريا وافتراضيا وأوضحت السيدة حبيبة المرعشي المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة أنه سيتم تقديم الجائزة هذا العام ضمن خمس عشرة فئة حيث يمكن للمؤسسة المشاركة في الفئة التي تناسب وصفها وأنشطتها ودعت المرعش جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمشاريع المشتركة والمؤسسات الاجتماعية في المنطقة العربية إلى التقدم والفوز بالجائزة المرموقة يذكر أن الثلاثين من يونيو القادم سيكون الموعد النهائي لتقديم طلب الجائزة فيما سيتم الإعلان عن التصفيات النهائية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر أما تسليم الجوائز واختتام الدورة فسيكون في الخامس من أكتوبر